بيقول اول سؤالة عندنا انا معمولي عمل بوقف الحال اتصرف ازاي مين قالك ان انت معمولك عمل بوقف الحال او مين قالك ان انت معمولك عمل بوقف الحال لو انت لو ما تجوستيش او ان اتطلقتي او ان انت عندك مشكلة في الاكتساب او اي حاجة ده بيمر على كل الخلق الخلق كتير منهم بيحصل لهم كده والخلق كتير جدا 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 عايشين في هذي في منهم كتير عايشين في معاناة مسلمين وغير مسلمين وانا شويتين تلاتة انا ما بفهمش ان حدي يقر وكده يبقى مؤمن وواثق جدا جدا بفكرة العمل دي عشان تؤمن بفكرة العمل دي لازم تشوف العمل وهو بيعمل انت بتشوف العمل وهو بيعمل ولا حد بيحكيه لك طب اللي بيحكيه لك ده ازاي انت حصل لك ان هو بيعرف الكلام ده يا سادة ما ينفعش اللي احنا بنعيش فيه ده اسمه عقلية الخرافة ان واحد يعيش ان هو معمول له عمل ويعيش بقى ويعيش حياته كلها ما بيجتهدش وما بيتعلمش ما انا انا للأسف يعني لو كان فكرة العمل العمل ده فكرة مهمة جدا ولازم نعتبرها كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا ازاي ان يتعامل مع العمل اللي يتعامل لكن حضرة النبي علمنا حاجات مهمة جدا اللي الناس بتقول ان هو ده لتجنب العمل لا حضرة النبي معلمناش ده عشان الاعمال يعني الرقية الشرعية اللي الناس بيستخدموها عشان يكرسه في الناس ان فيه عمل لا حضرة النبي علمنا الرقية الشرعية عشان نعرف ان احنا في امان الله مش عشان ان احنا نعرف ان حد ممكن يلعب في حياتنا يا سيدي ازاي اعتفهموا بتفهموا الكلام ده وانت معاكم حديث من الرسول اللي يتعلم بشرة كده وانت بترموها ومتعملوش بيها واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لان يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك يبقى انت ازاي قادر تعيش مع فكرة ان في حد تلاعب بحياتك حياتك دي في يد الله في ملك الله فلا احد يستطيع ان هو يتلاعب بحياتك يا ابني فانت بتسألني اتصرف ازاي اتصرف في تلات حاجات اول حاجة عشان تكون انت واضح وعارف تعمل ايه اول حاجة تلقي فكرة العمل ديت من دماغك تاني حاجة تجلس مع خبير سواء الخبير ديت خبير نفسي او خبير زواجي او خبير في العمل وتسأله انت في رأيك تعرض حالك عليه انت في رأيك ايه اللي ممكن يسبب لي المعوقات اللي عندي دي هيقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة رقم تلاتة تروح تتدرب على حاجات تخليك ما تقعش في المعوقات دي يبقى ثلاث حاجات اول حاجة تتيقن بان حياتك كلها في يد الله وما حدش هيقدر يضرك تاني حاجة تروح تسأل خبير هو اللي انا فيه ده وفي رأيك ايه سببه والخبير مش معنا الخبير ان انت تروح تسأل نفس الشخص اللي كانت بيفكلك العمل فتقول له طب انت ايه رأيك ايه اللي حاصل لي ده بسببه ما انت عايقلك العمل ما هو الراجب يسترزق 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 بإعلام الناس بأوجاع الناس بعقل الناس ويحاول الناس الى عبيد للوهم لا هذا الكلام التصرف الصحيح ان انت تلقي هذا الكلام وتعرف ان حياتك ملكي لله محدش هيفسده عليك تاني حاجة تسأل خبير خبير بقى في الادارة خبير في العلاقات الزوجية خبير نفسي خبير اقتصادي عشان تشوف ايه الحكاية تشوف واحد في المهنة دي يقولك هو انت خسرت ليه يقولك انت تنفع في المهنة دي ولا ما انت فعش في المهنة وتكون صادق مع نفسك تكون راجل تكون راجل يعني ايه من الممينين الرجال وانصدقوا ما عادوا الله عليه فتكون تخليك صادق مع نفسك لما تكون فيه مهنة انت مش تطر فيها وبتخسر اموال فيها والخبير قالك انت مش من اهل هذه مهنة سبها وروح لمعنة تانية اذا لم تستطع شيئا فدعه واجاوزه الى ما تستطيعه روح للحاجة اللي انت تقدر تعملها تالت حاجة وببساطة خالص اتعلم عايز تخرج من وقف الحال اتعلم كل ما تتعلم كل ما الابواب تتفتح ليك وخليك رجل رجل يعني ايه ما يهمكش اسبر اسبر عليك بجهاد الابطال الكسب الحلال والسعي على الال زي ما قال سيدنا سفيان الثوري يبقى انت ايه اللي حصل استمر ما توقفش يبقى انت رأيك كده اه رأيي كده طيب ما فيش اذكروا لأوراد يا سيدي كل القرآن اذكروا أوراد ويا سيدي عشان بس انت تهدي بالك قولي يا لطيف 129 مر اقرأ الفتح 7 مرات اقرأ قوله والله 3 مرات اقرأ مع وزتين مرتين بس فالاخر خالص انت بترجع الى الله مش بترجع الى القرآن باعتبار القرآن مفصول عن الله وهو اللي هيفوكلك الاعمال مفيش اعمال يا مولا انت بتقول مفيش اعمال اه بقول لك مفيش اعمال انت مش معمول لك عمل انت عملك في عمل واحد بس هو انت انك لا تعمل العمل الصالح المتصل بالله اعمل العمل الصالح واقبل على الله سبحانه وتعالى وهتشوف الحياة تتغير إزاي لكن ما تروحش تختبر ربنا أنت بحتاج الاستقامة وتستمر وتعرف أن الحياة دي بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يدبره السؤال اللي بعد كده